اشتركوا في القناة لأصحابها الآن احنا كلنا بنستخدم جوجل تعالوا شوف كيف نستخدم جوجل حتى نديكم ايش الأجشاء الموجودة عنا ومتاحة وفري بإذن واحد أحد طيب لما نيجي احنا على جوجل كلنا متعودين نبحث عن جوجل أو نبحث باستخدام جوجل حتى نصل لصورة اللي بديها تعال لو بيجينا بنبحث عن صورة الآن الآن هذا لو بيجينا بنبحثنا بنروح على الكاتيجوري تعل الصور فينا نبحث عن صور أو فيديوهات بنروح على موضوع الصور بنجي بنلاقي عندي مجموعة كبيرة من الصور طيب هل هذه الصور مسموح لنا أن نستخدمها في الغالب لا غير مسموح لنا أن نستخدمها طيب اليوم جوجل بدينا ميزة أني أنا أبحث عن الصور المرخصة والغير مرخصة كيف ممكن نبحث عن هذا بنروح على موضوع الإعدادات وبنروح على إيش اسمه بحث متقدم وهنا بننزل تحت في آخر البحث المتقدم بيكون عندي حقوق الاستخدام هنا بيعرض لك كل الصور اللي فيها حقوق استخدام وما فيها حقوق استخدام لو إجينا هنا قلنا رخص المشاعر الإبداعي اللي يعني مفتوحة لأنك تستخدمها ولكن على أنك أنت تذكر صاحب هذه الصورة أنك تذكر صاحب هذه الصورة لو إجينا عملنا بحث وتقدم بناء على هذا الفيتشر بنلاقي عندي أنه هذولا الصور عبارة عن صور ممكن أن نحن يجوز ترخيصها هاي صور يجوز ترخيصها يجوز ترخيصها من مين من خلال الاتصال بصاحب هوا مالكة طيب هذا الكلام بيدينا أنه أنا أنا الآن مش مفتاح مش مفتوح للمجال عندي أنه أنا أتعامل مع صور بحرية وأنا بدون ما يكون في عندي أي قيود وين الحل في الموضوع هذا؟ الحل مش في جوجل يا جماعة أصبح جوجل مش هو المصدر الأمثل لأنه أجلب منه الصور أين المصدر الأمثل لجلب الصور؟ تعالوا نجاوبكم على هذا السؤال أول موقع أنا بدي أتكلم فيه وهو Unsplash هذا موقع بيزودني بالصور الفري لأنه عبارة عن مجال أو هو عبارة عن مكان هذا المكان بتنافس فيه المصورين حتى يضعوا فيها الصور وهذه الصور يعاد استخدامها وتكون في أي مجانية لإعادة الاستخدام في أي مجال من هذه المجالات سواء مجال تجاري أو مجال شخصي طيب هاي الموقع أنا سبلاش أمامنا موجود تعالوا نلاحظوا الآن في عندي كاتيجوريز مختلفة أي تصنيفات مختلفة في هذا الموقع يعني مصنفة الصور في داخل هذه الموقع حسب الاركتكتشر العمران والمباني الكارنت ايفنت الأحداث الحالية التجارب الفاشن اللي هو الأزياء في الأفلام الصحة والجمال إن مهم كلها هذه عبارة عن تصنيفات موجودة ممكن أنا أتنقل في الصور بناء على هذه التصنيفات لو إجينا هنا عند بيبول بنلاقي كل التصنيفات أو كل الصور المصنفة في إطار البيبول موجودة وين موجودة أمامنا هنا زي ما احنا شايفين طيب في عندي حالة تانية أو طريقة تانية ممكن أنا أستخدمها حتى أصل للصورة المثلة والمطلوبة ابني جعل محرك البحث هاي سيرش فري هاي رزوليوشن فوتو لاحظوا معايا بتكلم أنا بدي تشايلد أو ستودنت أو اللي أنا بدي إيه ابحثوا تعالوا أيوان هاي هنا لقينا الصور الجميلة والمميزة وأيضا فري ابحثوا هاي كل هذه عبارة عن صور لاحظوا يا جماعة أجمل من الصور الموجودة في جوجل وكمان في عندي نقطة مهمة ألا وهي الفري المجانية طيب نيجي بنطلع مثلا هاي صورة بنفتح الصورة هذه لو جينا على الصورة هذه بدنا نطلع على معلومات خاصة بهذه الصورة في عندي إنفو لاحظوا من وين إجت الصورة قديش اللي شافوا الصورة قديش عمدوا دون نود لهذه الصورة عندي أنا والله هالي الصورة اللي هو الفوكال لينك طول الوجه فيها يعني هذه عبارة عن بيانات مثلا طول بالعرض في الصورة كل هذه عبارة عن نزل الصورة أو بلحظوا معايا هنا في صورة وفي صور ذات علاقة بهذه الصورة مش إنه صورة لحالة لا في عندي تصنيف جميل إنه أنا ممكن أجيب صور ذات علاقة ممكن نبحث الصورة هذه ونروح ننزل الصورة كيف بدنا ننزل الصورة داون لود فري ولحظوا معايا في عندي مجموعة خيارات في التنزيل بنزلها صورة ستمية أربعين عرض في أربعمية وواحد وخمسين طول وكذلك اللي هو ميديام واللارج أو الوريجنال في صايز بنزل الفري بنلاقي إنه إحنا ممكن نستخدم هذه الصورة بالمجان بدون أي قيود وأي شرط وين بدأ أخزنها لاحظوا أنا بدأ أرجعكم على موضوع الـ H8 لأنه هذا المرتبط في مساق الـ H8 أو في مساقات إلى علاقة في تصميم الـ Graphic طيب أنا بدأ أخزنها في الـ Image بنجيجي نقول لله هذه عبارة عن Element مثلا 5 أو Library أو Box مثلا Box طيب هذه واحدة من الصور بنرجع الآن ثاني مرة بنقول إيش اللي بميز هذا الموقع اللي بميز هذا الموقع يجمع موضوع الـ Collection هذا الموقع فيه عندي مجموعة من الـ Collections الـ Collections ألا وهي إنه بيجوا الجماهير اللي بيستخدموا هذا الموقع بيجمعوا مجموعة من من الصور ضمن كاتيجوري معين حتى يعاد استخدامها أو يعاد النظر إليها أو التصفع من خلالها هاي الـ Collections باتكلم هنا فيه عندي إيش مجموعة Collections بيجي مثلاً شخص ما بيعمل Collections مثلاً هنا على مين على الـ COVID-19 لو دخلنا هنا التجميعة تاعد كوفيد-19 بنتكلم عن 1200 صورة عن 1200 صورة بنتقلب في COVID-19 بالطريقة اللي إحنا بنشوفها مناسبة أصبح أمامنا هنا مجموعة من الـ Collections مجموعة من الصور التي تعبر عن كوفيد-19 طيب بنرجع الآن ثاني لموضوع الصورة آخر شيء بنتكلم في أي صور لو فتحنا هذه الصورة مثلاً بنجي بنلاقي أن المشارك في هذه الصورة هو جون ماك لونغ هذا الشخص عبر عن إنسان موجود هو مشارك في مجموعة من الصور ومجموعة من الـ Collections بنجي بنطلع إليه 15 صورة عنده 15 إعجاب عنده عامل 7 Collections وهي بياناته هذا الشخص الموجود وفينا إنه إحنا نشارك برضو في هذه المنصة Unsplash ونحط صورنا اللي فيها Originality بحيث أن نكون هنا مشاركين في هذا المجتمع من مشاركة الصور طيب هذا باختصار شديد في موضوع Unsplash طيب هذا إحنا موقع مهم جداً إنه نتعرف عليه ونستخدمه في موضوع الصور سواء كان إحنا بنصمم قاعدين تصميمي غرافيكي أو بنصمم على الويب أو ما إلى ذلك الموقع الثاني بنتكلم عن Pixels هذا الموقع Pixels من المواقع اللي فعلاً مميزة ومميزة إنه فيها فيديو بالمناسبة يعني يمتاز عن الآخرين إنه موجود في عني فيديو والفيديو هذي عبارة عن Free Videos يعني فينا ننزلها ونستخدمها بدون أي رايسنس وبدون أي تصريح طيب هنا باختصار شديد ما فيش عندي كاتيجوري زي اللي كان موجود في الأول ولكن لو أجينا هنا وجدنا بنلاقي Trending Trending يعني هو الأكثر استخداماً أو الأكثر طلباً التصنيف اللي أنا بتكلم فيه هنا بتكلم قاعد عن فوتو وبتكلم عن فيديو لو إجينا عملنا على محرك البحث وبحثنا قلنا هاي في عندي Child وتعال ابحث عن محرك البحث أو في محرك البحث ابحث عن Child بتلاقي فيه عندي هنا موجود وفيه عندي هنا Sub-Categories خاصة بال Child وكأنه لأ أنا بديك More Focus بدك Child من Family أو Kids أو Boy أو Baby أو Children أو ما إلى ذلك بغض النظر أنا بتكلم قاعد عن صور هذه الصور عبارة عن صور مجانية أنا فيني أستخدمها وبكل سهولة ويسر لو إجينا على صورة جميلة هذه ودخطنا عليها ابني جاء منتطلع من صاحب هذه الصورة هاي صاحب هذه الصورة اللي مشارك في هذا الموضوع وعنده 20 2800 متابع ابني اتكلم في عندي بيانات خاصة بالصورة هاي free to use إذا بدنا أتطلع على بيانات الصورة هاي بنتكلم العدسة اللي تصورت من خلالها صورة حجم الصورة الريزيليوشن في الصورة النسبة الوضوع في الصورة أكم تكسل الكاميرا اللي استخدمت السوفتوير الموجود الاسبكت ريش وقديش الكالر اللي موجود في الصورة كل هذه عبارة عن بيانات معبرة أو بتعبر عن مين عن بيانات هذه الصورة طيب لو إحنا إجينا بنعمل فلو لصاحب هذه الصورة حتى نتابع إيش في عدة صور موجودة أو بندخل على بروفايل تابعه أيضا بنقدر ندخل على بروفايل تابعه ونحاول نتابعه حتى إيش نصل للصور اللي بيستخدمها أو اللي بيوضعها وبشاركها من خلال هذه المنصة لاحظوا هذا الشرق أو هذه البنت بنتكلم أكم صورة عاملة 1200 صورة مشاركة معنا عاملة كوليكشنز برضو عندها 20 ألف فلوارز في الموضوع هذا في عندي أكثر من خيار في الفري داونلود أي نعم في عندي أكثر من خيار إن أنا أختار الصورة في أي من الأحجام الموجودة أمامي وفيني أعمل فري داونلود وكذلك أنا قدرت أصل للصورة اللي بدي إياها وخزنتها عندي على الكمبيوتر وبرجع إلى وقت ما بدي أستخدمها آخر شي حتكلم فيه موضوع الفيديو موضوع الفيديو أنا بتكلم هنا قاعد إنه فيني أبحث عن فيديو هاي وين الفيديو موجودة هاي الفيديو أوكي بدي أروح إيش في عندي هنا فيديو موجودة ممكن أعمل بحث هايو free أو search for free videos أو بعمل تصفح بالفيديو الموجودة هنا لو جئنا هنا هاي مثلا البحر موجود هاي ابحث عن الفيديو هذا هاي فينا نعمل free download بكل سهولة ويسر لذلك الموقع هذا موقع مهم جدا لكل المصممين ولكل الفاعلين والعاملين في مجال المحتوى الرقمي طب فينا أعمل download طب طب سرع أنا أمال download هاي free download هاينا عملنا free download لهذه الفيديو هايو في عندي أنا برنامج هنا وحجمه 4.2 ميجا بنقول وين بننزل الفيديو هذا بنزله على الديسكتوب اللي هو الموقع اللي أنا بدي أستخدمه لأن أتشتمل هاي videos بتكلم قاعد هاي الفيديو هاي إيش بنقول C2 ها C2 مثلا وهاي start download لحد ما إن أنا افتح الفيديو اللي أنا نزلته شوفوا هاي الفيديو اللي أنا نزلته وباستخدام هذا الموقع وهو عبارة عن free videos هاي شايفين ما أجمل الفيديو فينا نستخدمه هاي عبارة عن كم ثانية مش كتير هو دير بالكو يعني نقوله 6 ثوانية أو 7 ثوانية ولكن فيديو بيعتبر فيديو مجاني يسهل استخدامه وإعادة استخدامه ووضعه في منتجات مختلفة وأعمال مختلفة آخر نقطة بنتكلم فيها هنا هي موضوع أنه كيف ممكن نعمل بحث على الفيديو زي ما قلنا بدي أنا أبحث عن فيديو child أو children أو student أو university أي موضوع بدي إياه هاي بتكلم قاعد فيديوهات خاصة بالأطفال هنا الأطفال بنتكلم لو بنتكلم عن التعليم والتعليم في المنزل هذا الفيديو موجود من شاركه اللي هو شاركه هذا الشخص عنده 419 متابع فينا نعمل free download هذا الفيديو أو فينا نشاهد الفيديو تعال نشاهد الفيديو هاي أمامنا فينا نعمله download الاختصار شديد هاي واحظنا كيف أصبح حتى لو جنا طلعنا هاي free to use وهي في information خاصة بالفيديو كل هذه بيارات خاصة بالفيديو duration time frame per second و as pressure و ما إلى ذلك طيب أنا هيك تقريبا بكون أنا أنهيت اللي 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 بيسموها اللي هو موضوع البنك المحتوى اللي فعلا هذا البنك اللي فعلا لو استخدمنا هنلاقي حالنا إحنا متقدمين و بنستخدم أشياء مميزة وأشياء عالية للجودة وبيتضيف أشياء كثيرة جميلة لموقعنا ولأعمالنا التصميمية أتمنى أن كنا استفدنا في هذا الدرس وإن شاء الله نشوفكم في درس تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته